اشتركوا في القناة 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 واللي عايز يشوف المقالة دية هيقدر يخش على النت وعلى الموقع بتاع الدريدة الامريكية هيشوف يوسف بودانسكي ده كبير محرر شؤون الدفاع في الصحيفة الامريكية عامل هو بعنوان العنوان للمقالة مهمة جدا بالعنوان بتاع بول المجاهدين في السورية يتوجهون ثوب مصر بمساندة تركيا وقطر وأوباما الكلام اللي انا حراره لحضراتكم ده يا ريت نزلولي الصورة بتاعت المجالة اللورنان والمقالة بالانجليزي موجودة عشان بس حضراتكم تبعارفين ان ده موجود واتمنى ان كل حد يخشش مما لان بقى اللي حيتكلمه الاستاذ السادة اللي بتكلمه اللي بتكلمه اللي بتكلمه لك المؤامرة ومش المؤامرة طب تعال نشوف واللي كاتب الكلام درير يعني اللورنان امريكاني وده كبير المحررين بتوع العسكريين في اللورنان والمقالة بتقول المجاهدين في سوريا يتولهون ثوب مصر بمساندة تركيا وقطر وأوباما المقالة دية اللي كتبها ده اللي انا حراره لحضراتكم ده مش ترخيص عن النقاط التجميع للنقاط تم تردمة التجميع للنقاط بيقول ايه بودانيسكي بقى في الكلام ده بقول يعني النقاط اللي موجودة دية هي نقاط مع بعضيها ولحضراتكم اللي عايز يرد عن المقالة ده مبقول على النت في الورد تريبيون الامريكية اللي يوم 14 ابريل اللي احنا فيه ده بيقول التأكيد على ان الصراع في مصر على وشك التحول لتصعيد خطير في ضوء قيام الرعاة الاساسيين للعناصر النهدية في سوريا بتحويل حملاتهم تداه مصر الرعاة الاساسيين لهم تركيا وقطر طبعا الهدف الاستراتيجي من هذا التحول هو منع قيام تحالف اقليمي عربي في منطقة الشرق الاوسط بهدف يهدف الى منع التدخلات الغربية واعتبار مصر حالر الزاوية في هذا التحالف ده المقالة اللي نليزي تاعة الورد الترابيون ديت وده التلخيص للنقاط اللي دات فيها اللي كاتب يوسف بودانسكي اتمنى من 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 الستاذ باسي يوسف ومن الناس اللي تتكلم على حكاية نظرية المؤامرة ده طب مو ماله نبص مش ربما يكون الكلام ده مظبوط وبعدين حيبه مظبوط اكيد ده اللي كاتب الكلام ده ده دورنال امريكي اللي نشره واللي كاتبه واحد رئيس قسم النقاط بقى بيقول ايه اللي بيحصل طبعا برعاية تركيا اه قطر اوباما ايه اللي بيحصل بقول ان خلاص اللي ما يحدث في سوريا دولت المولد المولد الارهابي اللي في سوريا بينفض ورائح مصر الهدف الاستراتيجي من التحول منع قيام تحالف خايفين ان مصر يحصل فيه تحالف عربي سعودي اماراتي اللي هو التحالف كويتي اللي بيحصل ده اللي هو بيهدف اللي على الحد من التدخلات الغربية في المنطقة اه النقطة البعادية بقول رصد محاولة لانشاء مسمى بالليش المصر الحر في ليبيا بمشاركة فاعلة من الاخوان المسلمين وتنظيم القعدة وبرعاية قطرية تركيا ايرانية واعتزام هذا للليش استهداف منشآت حيوية مثل مطار القيرة والسجون المركزية لتحرير سوليانائي الاخوان المسلمين ونشر الفوضى في البلاد لعرقلة ادراء الانتخابات الرئاسية يعني النهار ده ليش الحر كلام اللي كان بتقال للك دي على فكرة ده كلام فارق وإشعاعات ليش حر ايه لا اهو قدر لورنان أمريكاني وادر اللي بقول هذا الرخر الرخر ده بهرتش رخر ونظريتي المعامرة في الدماغ ومعشيرش في الدماغ وراخ طيب النقطة البعادية بقول ايه عدم قدرة المخابرات الليبية على احباط محاولة انشاء هذا الليجيش على ارضيها لضعفها شديد ووجود معلومات تشير الى موافقتها الضمنية على قيام وقول ان مخابرات الليبية مش قادرة تعمل هذا الكلام لضعفها وبالعكس المعلومات الاخرينية بتقول ان هم اصلا موافقين عن الموضوع الفلوس بتخلي اي حد يعمل اي حاله وقطر بتدفع زي ما تقول تم رصد مصانع تقوم بانتاج ازياء عسكرية للجيش المصر الحر في ليبيا وتقوم بتوزيحها على عناصر المنتمية لهذا الجيش تمييدا لدخول مصر لدى تلقيهم تعليمات ببدء العمليات من اجلس المخابرات التي طرعاهم النقطة الليبعادية بتقول قيام الكلام ده بتاع كبير محرري شؤون الدفاع في الورد التروبيين الامريكية وكتبوا يوم 14 اكتوبر وموجود عن نت احنا نبينوا من عن نت وترلمناه عشان ما بيقول في النقطة الليبعادية قيام عناصر هذا الليش الليش المصر الحر اللي هتعمل في ليبيا بالسلام كميات كبيرة من الاسلحة والذخار والمركبات وتم تخزينها في منطقة درنة الخارجية عن سيطرة السلطات الليبية لو انا نعرض بوجود العمر الصناعة دلوقتي اقدر اعرف درنة فيها ايه وادر اعمل فيها ايه ونقدر نصرف على هذا الاثاس نقطة الليبعادية اغلب المنتمين للجيش الحر هم من الطلبة المصريين الذين فروا الى ليبيا فضلا عن وجود عدد من المقاتلين من نسيات عربية بعضهم سودانيين ممن سبق لهم المشاركة في القتال على الجمهة السورية ابرز الجماعات المنضمة الى الليش الحر واخترها احدى هي احدى الجماعات المتمية لتنظيم القعدة والتي تعمل تحت قيادة شخص اسمه سفيان الحكيم والتي تمكنت بالفعل من تهريب بعض افرادها الى داخل الحدود المصرية يقود الليش الحر شخص اسمه شريف الردواني وهو الذي يتولى ادارة معسكرات التدريب ومخازن الاسلحة وسبق له المشاركة في الاعمال الجهدية بسوريا الاعمال التكفرية مش التهليل هذه الاعمال الارهابية اسمها في سوريا ولبنان وافغانستان وباكستان كان بداهد مين انا عايزة فان بداهد مين طب مين اللي مدينه عشان يداهد مين اللي مقبضه عشان يداهد وانا لما بيرحين بقدرات عايزين يداهده في مصر بداهده مين ومع مين وضد مين ومين اللي بيمولهم يعني المسؤول عن التنصيق مع دهزة المخابرات الاجنابية اسماعين السلبي احد ابرز اعضاء تنظيم القعدة وتربطه صلاة وصيقة برئيس النهاز المخابرات القطرية غانم الكوبيسي والله ده كويس من قطر عندها نهاز مخابرات انا كنتش اعرف والله النام لطلق الاسنان فعلا وجود صلاة وصيقة بين قيادة الديش المصر الحر وجماعة الاخوان المسلمين وتم رصد اتصالات سابقة بين اسماعين السلبي مع خيرة الشاطر الذي يلعب دورا هاما في خلق مناخ من عدم الاستقرار بالبلاد قبل الانتخابات الرئاسية يعني الاخ اسماعين السلبي ده يعني ايه ما شاء الله الشخص المعني بالتنصيق مع الجانب القطري بشأن معسكرات التدريب في ليبيا اسمه ابو عبيدة وسبق له العمل لحساب القطريين في سوريا وليبيا وقد تم رصد لقاءات عديدة جماعته مع ضباط المخابرات القطرية المتولدين على الارض الليبيا والمعنيين بالاشراف على معسكرات التدريب نقطة اللي بعدها قيام تنظيم الاخوان المسلمين بنقل مركز قيادتهم الى فندق غزة بيتش اوتيل بقطاع غزة وتمركز العديد من قادتهم الهاربين هناك من بينهم محمود عزة نائب المرشد وتتولى المجموعة المتوجدة بغزة ترتيب على العمالات العدائية على الاراضي المصرية بالتنصيق مع قيادات حماس وعدد من عناصر الاهدية والتكفرية من استأنصار بيت المقدس النقطة اللي بعد كده الاشارة الولود اتفاق سابق بين خيرة الشاطر ومحمد الزوهري على الدفع بعدد من عناصر حماس وتنظيم القعدة وبعد التكفريين الى مصر على ان تولى تنظيم الاخوال تمويل تلك العناصر وامدادها باسلحة يتم تهريب عبر الحدود الليبية وتورط المخابرات القطرية وتركية في تمويل صفقات تلك الاسلحة وتسهيل دخولها للبلاد اخر نقطة اشارت المعلومات الى ان بدء عمليات الجيش المصر الحر داخل اراضي المصرية يمثل صدمة كبيرة للقاهرة من حيث مستوى العنف ومدى انتشاره وان السلطات المصرية لن تكون قادرة على موجه تلك التحديات وان جاهل السلطات المصرية بالمعلومات ذات الصلة بتلك العناصر الاهدية ومخططتها يعتبر كارثيا هو بيعتبر التأريف ده بيعتبر لو منشور يوم 14 بليل ان السلطات المصرية مش عارف هذا الكلام اغلب ظني انا ما عنديش معلومات ولست وسيق السيق بحده ومش قريب من حد ومعرفش اي حد خالص يعني انما يعني بحكم خبرتي ان على الاقل على الاقل يعني فيه رهزين على الاقل يملكوا معلومات الامن المخابرات العامة والمخابرات الحربية بعتقد يعني المسألة مش بعيدة عليهم اوش ايه اللي بعيد وصل الكلام ده دلوقتي انا حربطه بكلام كاتبه الكاتب يعني الكبير الاستاذ حلمي النامنم كاتبه النعاردة في المصر اليوم مقالة مهمة جدا جدا بالصدفة بيتكلم وزير خريرية ليبيا اخر وزير خريرية ليبيا في ايه حكم الخزافي السيد عبد الرحمن شلقم اتقابله كانوا في العراق في حاجة ندوى في معرض كتابة ظن او حاجة وتكلم والاخ شلقم الحقيقة قال كلام مهم جدا هنديله بلوقتي بس انا عايز اقول نقطة هنا واقفوا دام نقطة هنا لانه النقطة اللي انا حقوله ده هو ده يعني هو ده اللي بيدعونا ان احنا نفكر هل احنا عندنا المعلومات دي عندنا المعلومات دي ولا مش عندنا المعلومات اعتقادي انا بل اعتقادي يصل لدرعة اللقين ان عندنا المخابرات المصرية بشقيها بعتقد انه عندها كافة المعلومات اللي موجودة طيب جهاز الامن القومي او جهاز المخابرات الحربية او الامن الوطني او اي جهاز في مصر الرقابي عنده معلومة هيودعي فين وحيامل تأرير بيها وبيرفحها وفقا تبعيته اذا كان الرئيس الجمهورية او الرئيس الوزراء مفيش غير كده ودلوقتي الوضع اللي ده موجود طيب لما تترفع النهاردة لو ترفعت الرئيس الجمهورية هل النهاردة الوضع اللي احنا موجودين به والوضع الغريب جدا اللي احنا مش فاهمين ليه اي حالة اللي موجود هل هل ممكن نتوقع رد فيها لانا النهاردة لما يبقى فيه معسكرات على حدودي فيها تنظيم قاعدة ورماعات ارهابية وعلى الحدود وبتهدد مصر اضرابها فورا ما حدش يقول لي ده اعتداء على دولة لا مش اعتداء على دولة ده ارهاب وخرج سيطرة ليبيا دلوقتي اضرابهم فورا فورا وقدرين نعمل كذا وكده نقدر نعمل كده هل احنا عندنا حد دلوقتي يقدر يصدر القرار ده دلوقتي ما هو ده قرار ده مش بتاع الوزير الدفاع ما يملكوش ما يقدرش يعملو الوحد وكده يتحاكم هل القرار ده دلوقتي مين طيب حيعملو هل النهاردة الحداد دي كلها لان احنا عندنا مثلا الوضع انا بقول لحضراتكم ما فيش حد حياخد حاجة ليه وفي الوضع ده وده ومهنة ما ينفعش السكوت يعني الحدوتة بتاع جماعة الاخوان نماعة ارهابية فيصدر بها قرار بقئي كده قاله رئيس الوزراء السابق قاله بقئي انما لم ينشر في الدريدة الرسمية ولم يفعل ورئيس اللمورية وفق لشهادة المستشار رئيس اللمورية القانوني قال انه بعت هذا المشروع لرئيس اللمورية ورئيس اللمورية كان يجب ان يصدر هذا القانون اللي هو الاعتبار لماعة الاخوان ده قراره مهوري ما طلعش وطلع من الوزارة كده بالضغط كده وبالحدة دي كده فانت فيه فيه فرامل عندك في حتة كده بتوقف اي حاجة طب لو النهاردة المخابرات طلعت التقرير ده هل النهاردة عندنا الحد اللي يقدر يقول النهاردة ان انا اضرب هذين الاماكن ما هيروح ما بعدك روح هو انا حسن النهاردة لما هتحصل يتبتدي العملات دي وحيتحصل ادي تقرير اهو موجود في الورد ترابيون ويقدر يشوفوه السادة المستشار السياسي بتاع السيد الرئيس والمستشارين كلهم اللي موجودين يشوفوه واكيد المخابرات تحارف واكيد المخابرات رفع التقرير بها ذا الكلام بالعكس النهاردة يعني يعني من كوارس اللي حصلت في السنة اللي هيها ان كانت التقرير اللي تطلع كان مرسي بطلعها برة فانا النهاردة فيه تقرير بتقول النهاردة هذا الكلام هل احنا حنقعد نستنى لغاية ميين والحالات دي مفاشي السنيات ما نقدرش ننتظر ده مش موضوع ربع والبرادعي واستنوا وده مش موضوع ما انا بقول لكم ان فيه عندنا حدى مع الطالة الدنيا المظاهرات اللي بتاع الدمعة وحنجلها دلوقتي حدى بتخليك انت مش عارف اللي بيحصل هل تفتكر ان عندك حد هاخد قرار زي ده انت كان مش عارفين ناخد قرار مش عارفين ناخد قرار بتاع ان انا ان دمعة الربيع عادنا فيه مية وشوية يوم ومش عارف ااخد قرار ان انا واقف شوية تعيال فالجمع عماني خرابوا كل يوم اطلعي فصل اطلعي فصل اشتركوا في القناة